برسم الجولة السادسة من الدور المغربي للمحترفين وجه الاتحاد الزموري للخمسات فريق الدفاع الحسن الجديد داخل قواعده ومع بداية المواجهة حاول الفريق الزموري وضع لمسته الخاصة من خلال تمريرة عرضية لكن اللاعب عبدالقادر قادي يخرج الكرة للزاوية وبعده وفي حدود دقيقة الواحدة والعشرين حقق الاتحاد الزموري للخمسات ضربة جزاء ليستثمرها بنجاح اللاعب عبدالرزاق المناصفي محققا بذلك الهدف الأول في المباراة ونتابع هنا الإعادة لهذا الهدف ردة فعل الدفاع الجديد لم تتأخر هنا محاولة من الجهة اليسرى تمرير مركزة من اللاعب زكريا حدراف لكن استماتة الدفاع حالت دون التصويب لتنتهي الجولة الأولى بتقدم الزوار على حساب الدفاع الحسن الجديد بهدف دون رد مع بداية الجولة الثانية حاول أبناء المدرب حسن شحات تصحيح ما فات هنا عملية هجومية في العمق لكن دياكيتي لم يتمكن من استثمارها بنجاح محاولة أخرى من الجهة اليسرى لكنها تضيع أمام التغطية الدفاعية القوية للنادي الزموري الغمسات إن كان لنا وحد دغطية المباريات لعبنا يوم الأربعاء وليوم كنبغين 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 قبل أن يعلن الحكم على نهاية المواجهة بانتصار ثاني للناد الخمسات في البطولة الوطنية ويعلن عن انطلاقة جديدة طالما كانت مطمحة لاعبية اتحاد الزمري للخمسات